بلغة الحرب وأرقام الموت لا سواها تتقن ميليشيا الحوثي هواية القتل وارتكاب الجرائم على امتداد الجغرافية اليمنية منذ خمس سنوات القصف الصاروخي الأخير والمزدوج لميليشيا الحوثي على معسكر صحن الجن بمأرب أسفر عن مقتل ثمانية جنود بينهم نجل رئيس هيئة الأركان ونجل شقيقه الآخر وجرح آخرين وسط غياب تام لمنظومة الباتريوت التابعة للتحالف العربي ولعل هذا الاستهداف ليس الأول وقد لا يكون الأخير فسبق وأن استهدفت الميليشيا مطلع فبراير المنصر مستودع أسلحة ومقر القيادة العليا للجيش بذات المعسكر ومواقع عسكرية أخرى ومدنية تضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات التي تطال الأحياء السكنية المقتضة بالمواطنين في هذه المحافظة وبوسائل وطرق مختلفة ما يقوم به الحوثي من الاعتداءة المستمرة والمتوالية والأصل أن الاستهدافات لابد أن تكون في محاور القتال أدابا يعني الأدابة العسكرية أو الأخلاق العسكرية في الحرب أن تستهتف المواقع العسكرية المحادية لكن المقتضة بالسكان والمقتضة بالسكان أي طرح يستخدم هذا عسكريون أو مدنيون أبرياء لا فرق في معادلة حرب الانقلاب تختلف الصيغة لكن الهدف واحد بالنسبة للميليشيا إذ لا يكاد يمر يوم دون أن تستهدف فيه المقار الحكومية والأحياء السكنية وسط المدينة لتبدو مأرب المزدحمة بسكان النزوحي محاطة بالموت الذي توزعه ميليشيا الحوثي على هيئة قذائف وصواريخ باليستية وسط صنط دولي وأممي مرعب أمام جملة من الانتهاكات ميليشيات الحوثي تستهدف الأحياء السكنية والمزدحمة بالسكان وبالمدنيين فنقول الله لا وفقهم والله لا قضى لهم حاجة ضحايا كثير أطفال ونساء تلقص الصور ووجوه الضحايا مسلسل الجريمة الطويل والمستمر لميليشيا الحوثي منذ انقلابها على حياة اليمنيين وتحويل يومياتهم إلى مسرح مفتوح للموت والحرب تمعن ميليشيا الحوثي في قصها الصاروخية المستمر على مأرب واستهداف كل ما له علاقة بالحياة في هذه المدينة لتؤكد الوقائع عدم التزام هذه الميليشيا باتفاقيات سلام وقفزكة دائمة على مبادرات ودعوات إيقاث الحرب على الجراد قناة بلقيس مرد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر